وانا النهاردة الحقيقة من الناس اللي مبسوطة مبسوط من قلبي مبسوط من قلبي يا ليه اقولك صحيح اللي بيحصل في العالم صعب جدا جدا لا احد يحب الحرب مفترض والكل بالتأكيد هي ان من ويلات الحرب سواء اذا كان اللي بيعانوا منها بشكل مباشر الروس والاوكران او الناس اللي بتعاني بشكل غير مباشر في اوروبا على سبيل المثال ودول اكتر ناس يعني في الدرجة التانية بالتحديد عندهم حالة من حالات المعاناة وبالدرجة التالتة شعوب الارض اللي بتقن بسبب الوضع الاقتصادي الصعب ايه اللي يفرح حدف ده اللي يفرح البني ادم انك تشوف يعني ايه رئيس دولتك طول الوقت طول الوقت طول الوقت مركز مع المواطن عقله قلبه مشاعره عوطفه كل حاجة كل ادواته بالمناسبة ادواته كرئيس لدولة ادواته في اطار الحكومة والوزراء الاجهزة والمؤسسات الكل يتحرك لاجل المواطن المصري امبارح كنا بنتكلم هنا على الشاشة اللطيفة الظريفة دي على التقرير اللي صادر من المركز الاعلامي لمجلس الوزراء واللي بشكرهم عليه جدا بالمناسبة لانه كان تقرير مهم وعظيم على الجهود اللي قامت بيها الدولة فوانا بتكلم فقلت اتطمنوا دولتكم معاكم اتطمنوا وخلي عندكم ثقة في الدولة اللي بيتقال هيتعمل لما الدولة تقول هنخفض اسعار يعني هنخفض اسعار عم فضل رجل جميل طيب زميلنا حبه جدا عم فضل ساعات بيبقى ولاده عايزين العيش اللي بنسميه العيش السياحي اللي هو ما عليهوش دعم حلو فهو ساعات كده ايه من وقت للتاني ربنا يكرمه ويروح يشتري هذا العيش السياحي حتى لو كانه تلتة اربعة ترغفة ماشي الحال ماشي اوكي في المنطقة بتاعت عم فضل رغيفة العيش السياحي بيتباع بخمسة وسبعين قرش يعني كان بخمسين وبعنين رفعول لخمسة وسبعين علشان خاطر موضوع الازمة الاستهبال المتعرف عليه من بعض الجشعين يعني حصل الاجتماع الصبح بتاع الرئيس وهنتكلم عليه وانا بقولك ده بجد حصل يعني وعم فضل نبطشيته منوبته شفته بيبدأ الساعة اربعة لعصر فقبل ما يروح على الشغل عدى وانا بكلمك بجد وده اللي حصل والله العظيم ربنا عالم يعني عم فضل عدى يشتري كاميرا غيف في السكة ياخدهم معاه الشغل وبعد كده يطلع بعد ما يخلص شغله على العيال لأ الراجل بتاعي العيش رح منزل السعر خلاه بخمسين قرش بدل خمسة وسبعين خاف من ايه من الكلام اللي تقال انا ما كنتش احب ان الناس تخاف انا كنت احب ان الناس تفهم وتستوعب فما كانتش ترفع الاسعار عمال على بطال في وش الطبقة المتوسطة واهلين الغلابة خاف لما سمع الرئيس وهو بيقول الخبز اللي معالهوش دعم يتصعر اخد بالك الاجتماع اللي حصل النهاردة ده اجتماع حرب بس حرب على ايه حرب على الجشعة حرب على اللي افترة حرب على الاسعار اللي بتزيد مسألة رغيف العيش الغير خاضع للدعم اللي هو اللي مش مدعوم ده اللي هو مش على الكارت بتاع العيش يعني ده عيش بتستهلكه الطبقة المتوسطة وزي ما كنت بقول كده زي عم فضل اهلين اللي على قد الحال شوية بالمناسبة عم فضل موصيني وسغية بالضبط كده قال لي والله العظيم والله العظيم ده اللي حصل قال لي اشكر الرئيس فاتحكت وقتله هاشكره ازاي طيب يا عم فضل قال لي قول على الهوى قول له عم فضل بيقولك شكرا يا رئيس انك حاسس بينا والله والله وحيات امي وولادي ده اللي حصل قل له شكرا يا رئيس انك حاسس بينا وانه الكلام اللي تقالم بارح اتحقق النهاردة الصبح وانه المسألة ما هياش كلام والسلام ده نص كلام عم فضل بالملي فقلت له حضر عم فضل هقول الكلام ده النهاردة على الهوى وقديني قلته عم فضل مواطن من ملايين المواطنين حس انه اللي الريس بيقوله بيعمله مش بس كده حس انه الريس حاسس بالناس شايف الناس سامع الناس بالمناسبة هو ده الحقيقي بس يمكن بعضهم ما كانش بيلاحظ قوي او لانه الدنيا ماشية فخلاص تمام اي اضافة بتحصل بقينا بنتعامل معها باعتبارها امر واقع يعني لما مثلا حضرتك يمكن اهالي شارع فصل عارفين اما نيجي نتمشى في الشوارع مثلا حتة منطقة الطوابق والحتة دي متخش الشوارع الداخنية اللي كانت مكعبرة مكعبلة مغبرة بقت بالانترلوك وانا متذكر من حوالي 6-7 شهر عملنا عليها تقرير ولو عاوزين تقرير زيادة نصور لكم من العندي قبل العندي ما وراناش حاجة غيركو يعني بصراحة ده بأمانة يعني وبكلمك بجد اهالينا في فصل شافوا ده وانبسطوا بس اعتبروا خلاص ده العادي وبالمناسبة ما عندناش مشكلة ان المواطن يحس انه ده العادي اه لان انا عايزك دايما تحس انه ده العادي والدولة دايما هتفضل تشتغل علشانك ليه لانه ده حقك ما هو انت مواطن مصري نريده لك الحياة الكريمة